وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المصاري الأمن للموازنة العامة للدولة مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف خفض أكبر قدر ممكن من نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبي للسياسات المالية والخزانة العامة هذا وقد أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض أيضا المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار حوكمة عملية للاستيراد ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمرقية الجديدة بجميع الموانئ المصرية والمنافذ الجمرقية المتبقية وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة فضلا عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راق ولضمان امتلاكهم للقدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة كما استعرض الاجتماع الموقف المالي لهئة التأمين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصرفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة الجديدة ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية واستعرض الاجتماع أيضا إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري للدولة وكذلك في القطاع الخاص